فريزا الترجي أعتقد أنه في الدور ده ممكن ما يقومش بيه لا لا طبعا فيه برضو حاجة يمكن في زل الإيجابيات دي كلها أنا شفت سلبية واحدة بس النادي الأهلي أعتقد أن فايلر محتاج يشتغل عليها وهي الضربات السابتة اللي علينا أكتر أنا شفت ضربتين أو تلاتة في الشوط التاني للجونة عملوا هجمة مؤثرة فيه واحدة منهم اتحسبت أوف سايت واحدة راحت في إيد الشناو المهاجم لعبها كده فأعتقد أنه محتاج يعيد ترتيب الضربات السابتة اللي علينا خاصة أن النجم الساحلي نقطة قوته الأولى الضربات السابتة والركنية مهمة جدا 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 التركيز في الفترة الجاية لفايلر على الدفاق إزاي نتمركز فيه الضربات السابتة والركنية مهمة جدا في الفترة الجاية إزاي نتمركز دي النقطة الوحيدة اللي شايفها سلبية رغم الفوز فدي حاجة مهمة جدا أنه نحن عشان نطور الأداء في الفترة الجاية في حاجة تانية أن أقدر نقولها ده بالنسبة للأفشة بالنسبة للشحات الكلام بالنسبة للأجاية قدم مبارك ويسا جدا يمكن هو أجاية محتاج يطور الأرطو عنده اللي هي الكرة جات له أكتر من مرة عكا جناح لفها يعني لو لفها لو الأرطو عنده أعلى من كده أعتقد كان سجل النهار